كيف تنفذ أبعد هجمات لها ضد روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا؟ والسلاح هذه المرة صواريخ أتاكامز الأمريكية والتي أعلنت موسكو إسقاط أربعة منها فوق شبه جزيرة القرم فماذا نعرف عن هذه الصواريخ؟ صاروخ أتاكامز هو صاروخ باليستي تكتيكي من تصناع شركة لوكيد مارتين الأمريكية وقد دخل الخدمة لأول مرة في بداية تسعينيات القرن الماضي ينتبه صاروخ أتاكامز الأسن في صواريخ أرض أرض بعيدة المدى حيث يبلغ نطاقه نحو 300 كيلومتر كما يمكنه أن يصل الارتفاع 50 كيلومترا قبل سقوطه ويمكن إطلاق هذه الصواريخ التي تشتغل بالوقود الصلب من منصات متحركة مثل راجمات الصواريخ M270 أما على مستوى الانتشار حول العالم فإن نحو عشر دول في العالم تتوفر على هذا السلاح على رأسها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجر إشارة أيضا إلى أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكامز ضد روسيا لأول مرة في أكتوبر الماضي لكن المرسلة مؤخرا مداها أبعد ويصل كما أشر إلى ذلك إلى 300 كيلومتر ترجمة نانسي قنقر